سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد خصصت هذا الفيديو اليوم للمبتدئين ولكثير ناس طلبت من عندي طريقة عمل الرز الأبيض أو الرز بالزعفران أو الرز المطبق والرز المصفف اليوم كلها جمعتها في فيديو واحد إن شاء الله تستفادون من عندي قبل ما نبدي إذا كانت هاي زيارتكم الأولى وحبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد نقول بسم الله ونبدي ويا أول طريقة لإعداد الرز الأبيض وهو الرز المطبق واني اعتبرها هي أسهل طريقة لطبخ التمن الأبيض أو الرز المطبق عندي هنا كوبة من الرز غسلتها بصورة جيدة ونقعتها لمدة نصف ساعة مدة النقع تعتمد على نوعية الرز اللي تستخدمه لكن هي عامة مو أكثر من ربع ساعة أو نصف ساعة هنا أنا استخدمت الرز البسمتي غسلتها ونقعتها نصف ساعة بعدين جبت قدر وحطيت بيه كمية من الزيت النباتي واضفت علي الرز بعد أن حمى الدهن شوية أو الزيت ورح أضيف كمية من الماء بحيث ترتفع فوق التمن أو الرز بهالشكل هذا اللي ده شوفوه يعني مجرد اضغطي لأن احنا منجعي فترتفع بهاي الكمية بحيث تضغط عندي كل كمية الرز رح أضيف أيضا ملعقة طعام من الملح على كوبة من الرز رح أترك هسا الرز على نار متوسطة إلى أن ينشف المي تماما كل شوية راقبة حتى ما يحترقوا يانا هذه هي أسهل طريقة لطبخ الرز الرز اللي نطبق بعد أن ينشف المي مات الرز أو التمن رح نقلبها شوية ونتركها على نار هادئة لمدة نصف ساعة كل عشر دقائق نقلبها مرة قبل كم يوم إجاني في التعليق كاتب لي شلون تخلين التمن على النار نصف ساعة يعني هو ما يحتاج هذا الوقت لا أكيد هذا الكلام غلط التمن التطبيق يحتاج يبقى على نار هادئة لمدة نصف ساعة وكل عشر دقائق نقلبها مرة سواء تمن أحمر تمن أبيض تمن أصفر مدام إحنا نطبقي لازم ياخد وقته حتى حبات الرز تستوي على مهلها بهدوء وتنتشر يعني هاي هي الطريقة الصحيحة بعد مادر إذا أكو طريقة ثانية ياريت تكتبولي بالتعليقات هسا تركت الرز نصف ساعة واستويانة كل عشر دقائق قلبت مرة ونقلبها بهدوء وياريت نطبخ الرز بقدر واسع حتى حبات التمن أو الرز تاخد راحتها وتطلع ويانة بهالشكل هذا الحلو كل حبة لوحدها وما معجنة وما متكتلة وبهالشكل هذا أول طريقة لعمل الرز الأبيض أو التمن الأبيض كملت ويانة رح ننتقل هسا للطريقة الثانية ويانة وهي الطريقة الصحية واللي كثير ناس يعني اتحبذها وتحب تسويها هي التمن المصفة في هذه الطريقة ما نحتاج النقع التمن مجرد نغسله بصورة جيدة بعدين نجيب قدر ونخلي به كمية من المي وكمية من الملح أنا هنا استخدمت كوبين من الرز فخليت تقريبا 6 أكواب من المي وياها ملعقة طعام من الملح وانتظرت المي يغلي وبعدين ضفت الرز بالنسبة لكمية الملح طبعا إذا حبيتوا زيدوها حسب رغبتكم هسا رح نغط القدر بهالشكل هذا حتى نتجنب إنه المي والرز يطلعون من الجدر أو القدر مالتنا أثناء الغليان ورح نترك الروز يغلي لمدة 10 دقائق بعد مرور 10 دقائق نجي نفحص حبيت الرز نشوفها إذا نقدر نكسرها بإيدنا بسهولة معناها خلص صارت تمام إحنا ما نريد الرز يستوي 100% مجرد نشوفون إنه تقدرون تكسروها بإيدكم يعني خلص صارت تمام رح نصفيها بهالشكل هذا طبعا تخلصنا من كل المي اللي يبين نشي لذلك هذي الطريقة الصحية ثم نفس القدر اللي سليقت بيه الرز غسلته بشوية مي وانتظرته ينشف بعدين ضفت لكمية من الزيت بعد أن حمز زيت ضفت الرز رح أقلب هسه التمن ويزيت طبعا أنا دا أقلب على مهل على كيفي لكن لي أنه مسرع الفيديو حتى ما يصر عليكم طويل فديطلع أمامكم أنه دا أقلب سريع غطيت القدر بعدها ورح أترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق لأنه إحنا الرز تقريبا عدنا بنسبة 75% مستوي فما رح ياخذوا إيانا وقت طويل وهذا شكله بعد أنستوي وهي هي طريقة طبخ التمن المصفة طبعا أنا بالعادة من أسلق الرز أخلي ويا حبايتين من الهيل لكن بصراحة خفت أخليها لأنه مو كثير ناس تسوي هذي الخطوة فيعني اتجنبت التعليقات مات الانتقاد لكن جربوا تخلون حبايتين من الهيل من تسلقون التمن صدقوني رح يفرقوا إياكم طعم وريحة خيال هسا رح نشوف شلون نسوي الرز الأبيض بالزعفران طبعا سواء سويتوا طريقة التطبيق أو المصفة في الطريقة وحدة ناخذ قرصة من الزعفران ننقعها لمدة ربع ساعة ويا خاشكتين أو ملعقتين من المي بعدها نصفيها من شعيرات الزعفران ونضيفها فوق الرز الأبيض وما نحركها نضيفها بهذا الشكل هذا من جهة وحدة ونرجع نغطي القدر رح نترك القدر لمدة ربع ساعة بعد مرور ربع ساعة رح نقلب حبات الرز مع بعضها وبهذا الشكل هذا يصير عندنا رز بالزعفران سواء سويتوا أو طبختوا تمن بطريقة التطبيق أو تمن مصفة بالحال تسوون نفس الطريقة من تريدون نضيفون زعفران طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله يعني تكون واضحة للمبتدئين بهذا الشكل هذا رح يكمل الفيديو موالتنا لهذا اليوم سوينا الرز الأبيض بطريقة التطبيق والتصفة ورز بالزعفران إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويكون الفيديو واضح للمبتدئين وللي طلبوه من عندي هذه كانت وصفاتنا لهذا اليوم يارب يكون الفيديو عجبكم إذا حبيتوا لا تنسوا تخلو لي لايك وتشاركون الفيديو بين الأصدقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء